نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانت بخير يا دكتور وإلى الأمة الليبية جمعا وكذلك إلى أبطالنا من أبناء جيب والقوة المساندة وثوار ليبيا وإلى كل الحرائر كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله يا رب العيد القادم بإذن الله كل ليبيا تخلصت من هذه المؤامرة التي يقودها هذا المجرم الذي استباح دماء الليبيين فأقول لهم يا أبنائنا في الجبهات حقيقة أنتم أكدتوا لأخوانكم الليبيون وكذلك للعالم حتى لمن يعارضكم وحتى لكل من يشنكم حملة الكراهية والعداء والحقد وأثبتت والله العظيم أنكم رجال وأنكم مخلصون لهذا الوطن استطعتم أن تثبتوا ما هي معنى كلمة الجيش الوطني وشرف المقاتل في عدم الاعتداء على حرمات المواطنين وعدم ستك الدماء والتنكيل بالجثث حقيقة أكدت حتى لأعدائكم أنكم رجال هذا الوطن وأنكم ستحققون النصر لهذا الوطن وأنكم استطعتوا أن تحافظوا على ممتلكات ودماء الليبيون الذين استبحوها هذه المجموعات الإجرامية التي لا نريد أن نخوب في أوصافهم نظرا أن من أفعالهم تؤكد أنهم مجموعة من الإرهابيون مجموعة من العصابات وخرجين السجون فلذلك أشد على أيديكم يا أبنائنا في الجبهات ومن تضحون من أجل هذا الوطن أنتم من حملتم السلاح من أجل حماية الدولة ومن أجل حماية المواطن ومن أجل حماية كلمة الحق وحققت انتصارات كبيرة جدا على الإرهابيين صابقا في تنظيم الدولة في سرط كذلك حقيقة أحيي كل القيادات العسكرية التي قادت هذه العملية واستطاعت وضع خطأ سواء كان على مستوى القوات البرية أو الدفاع الجوي أو حتى السلاح والسلاح الجوي حقيقة تضحيات سطروا ملحمة كبيرة جدا بجانب طبعا القوات الضالنة من المنطقة الغربية ومن المنطقة الشرقية ومن المنطقة الجنوبية كانت ملحمة ترخية ولزالت هذه الملحمة الترخية التي ضمت كل ألوان والطيف أبناء هذا الوطن من أجل الحفاظ على مدنية الدولة ومن أجل رد هذه المجموعات الإرهابية الإجرامية الذي يقودها هذا العجوز الخرف عجوز الرجمة ضد أبناء ليبيا مدعوم ببعض الدول حقيقة التي وقعت بإرادتها في داخل المستقع الليبي وهذا لن يجرها إلى الاستقرار هذا سيجرها إلى مزيد من الفوضى وسنرى اعترافاتهم مستقبلاً عما ارتكبوه وتورطه فيه ضد الدماء الليبيين وأبناء ليبيا ليبيا ستنتصر بإرادة أبنائها ليبيا ستنهض بإرادة أبنائها ليبيا ستكون الدولة القوية في وسط هذه الفوضى هذا التاريخ هو الذي يتحدث عن ما أقوله الآن وليس من عندي هذا تاريخ شعوب وتاريخ الدول نهضت ونفضت عن كاهلها التراب واستطاعت أن تجر أبنائها وتجر بلادها إلى أن تنهض بفضل إرادة أبنائها لذلك أنا أقول بإذن الله ستكون هذه آخر المحن التي تمر بهذا الوطن وبأبناء هذا الوطن نعم أعلم أن التخفحيات كبيرة جداً منذ أن تم إسقاط نظام الدكتوري نظام القذافي إلى وقت لهذا إلى أن يتم إسقاط هذا الدكتوري هذا الإرهابي حفتر بعصابته بالدول المارقة التي تدعمه لا أقول عنها إلا دول مارقة ورطت تاريخها ورطت شعوبها ورطت اقتصاداتها ورطت سياساتها في ليبيا مع أن الشعب الليبي لا يستحق من هذه الدول أن تكون بهذا الإجرام وبهذا الكذب وبهذا التدليس واستباح الدماء الليبيين وأموال الليبيين ليبيا كانت تستحق وقفة جداً من إخوانها العرب والمسلمون كان عليهم حقيقة أن ينظروا إلى تاريخ الشعوب كيف استطاعت أن تحافظ على إخوانهم وعلى أراضيهم من أيام حتى القبائل ولا أقول من أيام الدول ولكن من أيام القبائل دائماً ما تجير القبائل بعضها البعض من أجل الحفاظ على العلاقات وعلى الروابط الاجتماعية ولكن حقيقةً تورطت هذه الدول وأقول بإذن الله ستدفع ثمن هذا التورط بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإرادة أبناء ليبيا الشرفة لذلك أنا لا يسعني وأحييكم حقيقة وأحيي منبر التناصح الذي ظل مواكب لأحداث الثورة ونهضة بهذه البلاد وكذلك كلمة الحق وإلا كلمة الحق وحفاظهم على الوطنية وعلى أن تستقر هذه البلاد حقيقةً أحييكم وأحيي جميع العاملين في قناة التناصح وفي كل القنوات التي حاولت تدفع بكل جهدية من أجل الحفاظ على مدنية الدولة وعلى دماء الليبيين ولكن أقول أيضاً على النقيذ سيدفع كل من تورط في دماء الليبيين سواء من قنوات إعلامية أخرى سواء كان من دول سواء كان من مجموعات إجرامية وإرهابية ستدفع الثمن على أفعالهم الإجرامية